هي مصالحة بدأت مباشرة بعد توالي بول كاغامي رئاسة رواندا عام 2000 بعد الاحداث التي شهدها بلد الالفتال والتي راح ضحيتها عام 1994 نحو مليون شخص مصالحة ذاتية بين القتلة والناجين من خلال الاعترافات الفردية والعفو ضمدت جراحا كان من الصعب ان تندمل زيارة العاهل المغربي لكيغالي تشكل مناسبة للوقوف اكثر على هذا الحدث المهم من تاريخ رواندا المعاصر حيث قام الملك محمد السادس مرفوقا بالامير مولاي اسماعيل بزيارة للنصب التذكاري الذي شيد تكريما لضحايا الابادة الجماعية كما قدمت شروحات للعاهل المغربي حول اسباب تأجيج التوتر بين الجماعات الاثنية بهذا البلد الواقع في شرق افريقيا مجموعة من المعارض التي تعتمد على صور واشرطة فيديو وشهادات موثقة ومقالات مختلفة وكذا على عدد من الملسقات ولا شك ان تشهيد هذا النصب التذكاري يشكل آلية قوية للتحسيس بالمصار الرواندي والموجه بدرجة اولى للاجيال القادمة كما يمكن استخلاص دروس وعبر مهمة من هذه الخطوة التي تجسد تضامن مختلف في فئات الشعب الرواندي الساعي نحو التقدم والازدهار